اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او مع شركات كبيرة او مع صالات عرض للفنون يستفيدوا منها ماليا ممكن مؤسسات دولة ممكن مؤسسات خاصة ممكن مؤسسات عامة ممكن شركات كبيرة توظيف جديد عقودة جديدة يعني هاي الاشياء كلها تساعدكم او تكون عونقلكوا بالفترة الجاية وجود المشتري في بيت المتاعب هاي لحالها يعني رحمة من رب العالمين انه وصل مع وصول زحل لدرجات اللي بدو ينتقل فيها من اهم النقاط الايجابية اللي ممكن انه انتو تتفاجأوا منها انه ممكن هاي يتحرر مسجون من السجن بشكل ملفت للانتباه بطريقة غير متوقعة هاي معلومة بتمنى انكم ما تنسوها فضو انا بعرف انكم بتحفظوا مظبوط ودقيقين في الامور فعشان هيك ان شاء الله اني مسؤول عن كل كلمة انا بحكلكوا اياها خلال العام بدون اي سبب مباشر بشعر بعض موليد الدلو بالاكتئاب يمكن في منهم موليد البدايات من الدلو شعروا بهاي المرحلة خصوصا موليد يعني بخلال السنهاية اللي هم موليد من ثمانية لا ثمنتاش اتنين عليهم في مثل هاي الحالات الاختلاط بمن يثقوا بمن يثقوا بهم لتخفيف عن انفسهم عليهم ايضا اي اخذ جانب من الحيطة والحضر في التعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة اللي هم موليد ثمانية لغاية ثمنتاش اتنين اما موليد من عشرين لاربع وعشرين اتنين هدولا سيجدون الحياة اصعب مما كانوا يتوقعوا سيتحملون رح يتحملوا بناش نحكي باللغة العربية الفصحة يعني رح يتحملوا المزيد من المسئولية هاي السنة ورح يكون هناك ضغوط كبيرة على المستوى الشخصي والنفسي بسبب كوكب زحل اللي رح ينتقل هذا العام خصوصا من الفترة اللي هي من اتنين وعشرين ثلاثة الى غاية اتنين سبعة بعدين رح يتراجع يرجع للجدي وبعدين يرجع لعندكم ورح يظل موجود عندكم برابط السنتين ونص اذا تحملت المسئولية وواجهتها بحكمة وصبر وتروي الظروف القادمة رح تكون ممتازة جدا ولكن اذا تهربت من المسئوليات وحاولت ترموها على شماعة الانتظار وانها بتنحل حالها يعرفوا انه انت الخسرنين في الفترة القادمة بالنسبة لمواليد من عشرة لغاية اربعتاش اتنين هدول معرضين لقطع علاقة نهائيا مع مؤسسة او شركة كبيرة بيعملوا فيها السبب طبعا انه وضع الكواكب رح يعمل زوايا سيئة جدا 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 بتأثر على هدول المواليد اللي هم من عشرة لغاية اربعتاش اتنين على مواليد من اربعة حتى عشرة اتنين تفحص وضعهم المالي جيدا ممكن يعيشوا بوهم ويخدعوا عنفسهم انه بان وضعهم ممتاز وانه الامور ماشية وانه بدهم يعملوا مشاريع جديدة ويتهور ويعملوا مشاريع وبعدين يلاقوا حالهم انهم مش قادرين على الاستمرارية وتكون العواقب وخيمة طبعا عشان هيك بدهم يتفحصوا الوضع المالي تاعهم بشكل ممتاز وهل هم على قدرة انهم يستمروا ولا لا بالنسبة لموليد من واحد وعشرين لغاية ثلاثين اتنين هدول بصير عندهم تغيير مفاجئ في العلاقات العائلية او في مجال السكن او في مجال اعمال او امور مرتبطة في امور العقارات بتكون يا ايجابية تطلع لاعلى المستويات من خلالها يا بتكون سلبية وبتكون كارفية فعشان هيك بدهم يكونوا دارسين الوضع بشكل دقيق جدا ممنوع التهور فهي استند تحديدا ممنوع التهور لازم كل شي يكون مدرس اما بالنسبة للمريخ واللي رح يكون موجود في الحمل اللي هو بيتكو الثالث رح يكون تواجدوا من ثمانية وعشرين ستة لنهاية العام ورح يتراجع في برضو في الحمل من عشرة تسعة لغاية أربعة تحش حداش بحذركوا من السياقة داخل المدن ومن التهور ومن التعامل مع الاخوة والجيران اي رجعنا حذرنا الاخوة والجيران لازم تكونوا من تبهين من السياقة تحديدا من الحوادث من أي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات حتى في مجال السفر القصير اما بالنسبة لكوكب الزهرة اللي رح يتراجع هذا العام ما بين 13.5 و 25.6 في برج الجوزاء خلال هاي الفترة يجب ان تكونوا اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لسيما احباكم ممكن تتوتر علاقتكم بهم لأدفه الاسباب هذه الفترة سيئة بصورة عامة للأوراق المالية والبورصة ولأي عملية تجميل يجب الحذر من أي صفقة مالية وعدم البدء بعلاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط خطبة او زفاف بدكو تنتبهوا من علاقتكو مع احبائكو ولاسيما اولادكو بالفترة هاي بالنسبة لأفضل الفترات العاطفية خلال هذا العام من بداية العام حتى 13.1 ومن 3.4 لغاية 13.5 ومن 20.5 لغاية 26 ومن 25.6 لغاية 7.8 ومن 6.9 لغاية 23.10 ومن 28.10 لغاية 21.11 فرص عاطفية كثيرة ان شاء الله خلال هذا العام اما بالنسبة للفترات المالية او الفترات اللي فيها مال من 13.1 لغاية 17.2 ومن 16.3 لغاية 11.4 ومن 27.9 لغاية 14.10 ومن 10.11 لغاية 15.12 اما بالنسبة لفترات العمل فهي من 28.5 لغاية 18.6 ومن 12.7 لغاية 5.8 ومن 7.8 لغاية 6.9 ومن 27.9 لغاية 14.10 ومن 10.11 لغاية 15.12 اما بالنسبة للفترات الصعبة اللي راح تواجهكم خلال هذا العام من بداية العام لغاية 21 ومن 16.2 لغاية 33 ومن 20.6 لغاية 22.8 ومن 21.12 لغاية نهاية العام ما تنسوا فترة تواجد المريخ في الحمل اللي هي من 28.6 وما تنسوا فترة التراجع تبعة الزهرة اللي هي من 13.5 لـ 25.6 يعني زي ما شفتوا انه الفترات الإيجابية اللي حكينا عنها العاطفة والعمل والمال كثيرة ولكن انه في صعوبة يعني كيف اللي بدو يعني بالأريحية انتو بدكوا تعيشوا مفصومين أي النقطة الوحيدة اللي رح أحكيلكم يا volumes آآ رح تكونوا ما بين مشاكل und ضغط آآ كبير وفي المقابلة رح تكون في نتائج وفي إيجابيات فإشي رح يهون عن إشي ولكن انه سني يعني رح يكون فيها اشياء صعبة كثير ولكن فيها إيجابيات كثير اعرفوا الصعب وين؟ ويمتنى ويعرفوا كيف تستغلوه وبرضه ما تنسوا هاي توقعات أنا ما بتنبأ ماشي وعشان هيك كل هذا اللي أنا حكيته الله أعلم أنا مش أنا اللي بحطها ربنا الوحيد هو اللي بحطها فعشان هيك خذوا من العبد الفقير اسمعوا ممكن تمشي الأمور معاك وبشكل إيجابي وتستفيدوا منها مش رح تخسروا إيشي يعني إن صار هذا الشيء فإنتوا حذرين وإن ما صار هذا الشيء فأنا غلطت وأنا اللي آسف باعتذر منكم يا رضى الله وارضى الوالدين وكل عام أنتم بخير ونشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم